وكأن الكاظمي أنهى أزمات البلاد ولب مطالب المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات حتى يلتفت إلى متظاهر محافظة السليمانية ليلبي مطالبهم حيث لم يفوت الكاظمي فرصة قيام التظاهرات شعبية في محافظات كردستان وصرح بتعاطفه مع التظاهرات هناك متعهدا بإيجاد حلول مناسبة للأزمة التي تفتك بأبناء كردستان العراق تصريح من الكاظمي أقرب للمناكفات السياسية مع حكومة أربيل وأبعد عن مقتضيات الواقع فمن يسمع تصريحه من محافظات كردستان يظن أن متظاهري ثورة تشرين لبيت جميع مطالبهم وتحول سكان جنوب ووسط وغرب العراق إلى رغد العيش وبقيت محافظات كردستان تنتظر إصلاحات حكومة بغداد يقول الكاظمي إن الغضب في مدينة السليمانية جاء نتيجة تراكم احتقان شعبي لعدة سنوات وهذا تشخيص صحيح يعرفه أهالي كردستان العراق ولأجل ذلك تارو لكن تشخيص الأزمة في كردستان وذكر أسبابها والتنظير بطرق حلها يحتاج إلى نموذج مجرب فكيف سيحلها الكاظمي بالقمع والاعتقال كما يجري مع متظاهري ثورة تشرين أن بسوء التخطيط الإداري وتمرير صفقات الفساد كما تفعله حكومة بغداد بلا شك أن تظاهرات السليمانية هي امتداد لمشروع الحراك الشعبي العراقي العابر للطوائف والأعراق وتأثرت بالمزاج العام في ثورة تشرين من حيث تشابه الظروف واتفاق الهدف كما أن القمع الذي شهدته تظاهرات السليمانية وسقوط شهداء هناك برصاص قوات الأمن يؤكد بأن العقلية القمعية هي المرجعية الأساسية لإدارة الدولة في العراق بشكل عام الشعب الذي تظاهر في السليمانية بهذا الزخم الكبير لن ينتظر حلول أحزاب أو سلطة إنما يحاول تكوين أرضية وطنية جامعة بالتعاون مع متظاهري المحافظات العراقية الأخرى ولعل هذه النكبات التي حلت بالعراقيين جاءت لتؤكد لهم وحدة مصيرهم وأهدافهم من شمال العراق إلى أقصى جنوبه شكرا